السلام عليكم. ازيكم يا جماعة? ان شاء الله انها ده نتكلم على برنامج اسمه البرنامج دوت عن طريقه بقدر اعمل كنترول على تليفون ابني او بنتي. طبعا عادة يعني اللي انا بتستخدم يعني من خلال البرنامج بقدر اتحكم في اللي ابني اعرف او بنتي يعني. بيستخدم التليفون كم ساعة في اليوم. اه امتى بيبقى افلو امتى بيبقى فتحو. واقدر انا بقى اعمل عليه كنترول. اه اخليه امتى يفتحو وامتى يقفلو. طبعا البرنامج يا جماعة بيبقى ليه نسختين. اه نسخة بسطبها على موبايلي. والنسخة التانية بسطبها او بنزلها على موبايل الايه? الابن. او البنت يعني اللي انا عايز اريبه. زي ما انتم شايفين يا جماعة هو ده البرنامج. فاحنا هنخش على جوجل بلاي عندنا. ونبدأ نعمل على اسم البرنامج اللي هو اسمه بس هنختار اللي هو اه تمام? طبعا بسطبه عادي جدا لما بنزله يعني عادي جدا وما فيوش اي مشكلة. وزي ما انتم شايفين البرنامج ده تقييمه اربعة واربعة من عشرة واكتر من عشرة مليون واحد آآ نزله قبل كده. هنفتح يا جماعة البرنامج زي ما انتم شايفين. وببدأ اضغط تحت على نكست. تمام? بيأكد عليه ان انا المسئول او انا يعني او انا الرقيب فبقول له ماشي نكست. وبعد كده طبعا بيأكد علي انا يعني وده الايميل بتاعي. تمام? فبرضو بقول له آآ ما فيش مشكلة. آآ وبعد كده برضو بقول له آآ وبيأكد علي الموبايل فبقول له برضو يعني. وبعد كده بقول له يلا انا نكست. عشان هبدأ بقى اروح للموبايل التاني عشان نستطب عليه النسخة التاني. بس بيقول لي بقى انت هتروح على الموبايل التاني وهتستطب عليه اللي هو الابليكيشن التاني اللي هو انا هسيب بقى الفون ده وهبدأ اروح للموبايل التاني. وهبدأ انزل عليه آآ اوكي. وخلي بالكم لما اجي هنزله طبعا هدخل عليه الكود دوت. فتحت هيا جماعة الموبايل التاني. ودخلت برضو على جوجل بلاي. وبعمل سيرش اهو على البرنامج. تمام? نفس الفكرة برضو. بنزله عادي جدا ويبسط طب. بفتحه دابل كليك عادي. تمام? وبقول له طبعا آآ زيس ديفايس مش اناذر ديفايس. اوكي. تمام. بعد ما ضغط على زيس ديفايس. بقول له طبعا ايه آآ بيقول لي يعني اسم الجيميل بتاعك اللي هو ده بقول له آآ. فبيبدأ يعمل زي كده وبعد كده بيقول لي يلا بقى ايه عشان ادخل ده. اللي هو آآ هبدأ اكتبهم. وفي آآ اي اف. وو سيفن ام. تمام? هتلاقي اوتوماتيك بعد ما بكتب الحرف الاخير. بيبدأ يعمل زي كونيكشن. زي انتم شايفين يا جماعة الموبايل بتاعي انا دخل اوتوماتيك اهو على بتاعا لوجي. تمام? خلي بالكم بس في موبايل الطفل لازم ابيعرف بتاع الجيميل عشان اكتبه. او انا اعمل له انا جيميل جديد. كده يا جماعة خلاص اهو دخلت. على الجيميل او على الجهاز بتاع فبقول له ياس. بيبقى يعمل له كونيكشن عادي. زي ما انتم شايفين اهو بيبقى يحمل. بيقول لي فينش سيتاب. على الديفايس. وطبعا لازم اقول له في الموبايل برضو بتاع بنتي او اختي الصغير اي حد لازم اقول له اللاو طبعا. تمام? فزي ما انتم برضو شايفين اهو بيقول لي وما فيش اي مشكلة ودي فعلا اه كده بقى خلاص. الجهاز بقيت انا يعني عامل عليه كنترول. تمام? هفتح بقى يا جماعة عادي الابليكيشن. من على موبايل عادي وبيبدأ هو يحمل. هتبدأ بقى تظهر لي ايه? اه قايمة. تمام? زي ما انتم شايفين. بيقول لي هنا او هبدأ بقى اخش. فاول حاجة بيقول لي من خلاله بقى البرامج اللي بتحكم هو ينزلها ولا لا. فطبعا هو مثلا نفهالي. هو اللي يقدر ينزله ويسطابه. فدخلت هنا على والجيمز. بيقول لي بقى انت عايز بقى ينزل ايه? هل هو تلات سنين ولا سبع سنين ولا اتناشر? زي ما انا عايز ولا ستاشر سنة ولا تمنتاشر. فبقى ده انا اختار اللي انا عايزه يعني. اللي هو ايه بقى اللي هو لي. تمام? بس كده. ولو جيت عملتي باك هتلاقيه هنا فعلا اهو. كاتب لي اه اللي هو مش مسموح ينزل غير اللي هي في تمام? ده كده بالنسبة للجزء بتاع الاب والجيمز. هكزا برضو جماعة الافلام. اه الموفيس. وهكزا برضو. طيب تاني حاجة بيقول لي فلترز اه جوجل كروم. يعني ايه? يعني انت عالما ايه يفتح جوجل كروم? هل يفتح له كل المواقع? اللي هو قال له اول سايتس. والله اه ترايتو بلوك اه متشار سايتس. اللي هي بس المواقع يعمل لي بلوك على المواقع اللي بيبقى فيها زي عمف. فانا طبعا بختار اختار التاني. وبعد كده برضو بشوف تانية اللي هي بتاعت دي. اه اللي هي جوجل سيرش. فانا هنا بقول له ايه? يعمل لي سيف. اه يبقى فيه كده عشان يبقى فيه امان للبحث. مش اي بحث. برضو هنا بالنسبة للاندرويد ايه. اه دي البرامج اللي هو المفترض ده يقدر ينزلها. انا ممكن مسلا اعمل له بلوك على لعبة مسلا او برنامج ما يقدرش يستخدمه. تمام? اروح بس كده ايه? جاي على قلة واب وراح ايه قفلها له. عامل له اوف. تمام? كده ببصه ما بقاش موجود. وبقى موجود في قائمة البلوك. عايز ارجعه تاني بروح فاتح تاني. مفيش اي مشكلة. طيب. اه ده كده بالنسبة للنقطة دي. طيب. لو انا مسلا اه جيت على الجزء اللي هو تحت. اه. اه بيقول لي هنا ايه? بيقول لي اللي يتشوب مسلا استخدمه بقى من تلاتاشر اه دقيقة. او استخدمه فترة تلاتاشر دقيقة. طيب الجزء اللي تحت اللي مكتوب عليه اندلوك. اه ده بقى اللي انا عايز اقفل الموبايل بحيس الطفل او الطفلة تيجي تفتح الموبايل. زي ما انتم شايفين كده? اه يقول لك خلاص بقى. هو حتى كاتب له باي ديفولت. تمام? ده وقت انهم بقى الموبايل مش هيفتح. مطلقا. طب لو انا جيت وعملت له ان ان لوك خلاص هيفتح عادي جدا واشتغل وما فيش اي مشكلة. تمام? فدي برضو بقدر انا ايه? ازبطها ونظمها. برضو اقدر اعمل لها جدول بحيس امت بقى اوقات الفتح وامت الافل والكلام ده كله. سواء بقى على مدار اليوم او على مدار الاسبوع. مفيش اي مشكلة خالص. تمام? من خلال دي بقدر ادخل عليها. واضغط طبعا وابدأ بقى ايه? جايب له وابدأ بقى ايه? اختار فيه ونظمه وازبطه. تمام? وما فيش اي مشكلة. ده جامعة باختصار البرنامج اللي هو اسمه تمام? وطبعا ده برنامج كويس جدا من جوجل واستخدامه بسيط وفي نفس الوقت ما بقى اشأل ايه على اولادي اه وهم مسكني الموبايل. خصوان الاطفال يعني. خمس سنين سبع سنين تمان سنين تسعة حتى سنين يعني ايه? نقدر نتحكم معهم وما فيش اه اي مشكلة والبرنامج زي ما انتم شايفين بسيط وغير معقد. اه اتمنى تكون حال يا جماعة عجبتكم ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب وباكد تاني عايزين نوصل لاول اه سابسكرايبر. اوكي? السلام عليكم.